من معاناة إلى معاناة وبعد نجاته بإعجوبة من الموت المحدق ها هو أبو ياسر يبدأ رحلته مع آلام الجراحي وصعوبتها وقلة العلاج وندرته سلاحه في ذلك الأمل والصبر فرصاصة قناص كانت كفيلة لإصابته بشلل نصفي جتني طلقة قناص فاتت من كتفي الأيسار طلعت من نص ظهري أدت إلى شلل نصفي طبعا عدمت الحركة والإحساس من الصر وما تحد وانتقلت من الغوطة الشرقية بعد 20-25 يوم للأردن طبعا عن طريق الصحراء وكان فيه شوية مشقة فيه كادر طبي بيشرف علينا وكادر علاجي طبعا أنا مصاب بشلل نصفي ولكن معاني من شيء اسمه تشنج فهذا التشنج بحاجة لمعالجة أكثر من غير أبو ياسر ليس وحده بات أسير المرض بل إن أبا عبد الله هو الآخر يعاني من ذات الحالة وإن اختلف الظروف الحادث إلا أن النتيجة كانت متشابهة صوبت أنا وريع على دوامي على الشغل أجتني شضية دبابة صوبت صار عندي شلل نصفي بالعمود الفقري في تقرح كبير عندي العمود الفقري مبين من نوم على ظهري وبالغوطة بتعرف لا فيه كهرباء ولا فيه فرشة حواء ولا فيه جي وأدوية ما فيه ولا شاش تمضي الأيام بتثاقل وتنكأ الجراح مع كل قصة تسمعها أو تشاهدها ورغم ذلك فإن ياد المساعدة إن كانت قصيرة إلا أنها قد تبعث الأمل لفجر جديد فمركز الوفاء من المراكز التي أخذت على عاتقها رعاية وإيواء هذه الحالات الصعبة فتحنا هذا المركز بعد ما إجاني اتصال من أنه في مركز من المراكز وقف عنه الدعم والآن الشباب مهددين أنهم يكونوا بالشارع رحنا جبنا هذول الشباب وحطناهم بهذا الدار وبلشنا نشرف عليهم بنراجع فيهم الأطباء الخصائيين لحالاتهم بنقدم لهم الأدوية اللي بيوصفها الدكاترة بنقدم لهم العلاج الطبيعي حسب كل واحد وحالته وما بين الرخو وما بين صاحب التشنج وما بين الحالة اللي بتتحسن بسرعة والحالة اللي بتتحسن ببطء بنقدم لهم الإيواء والطعام والشراب وما يلزمهم بشكل عام الآن استحدثنا موضوع جديد ممارسة الرياضة خارج الدار في المدينة الرياضية هذا بيرفع من سويتهم الصحية بإذن الله في مشروع الآن الحمد لله ماشي ونجحنا في توجيه الطاقات لكل واحد من الشباب حسب رغبته يبقى أبو ياسر وأبو عبد الله وغيرهم في هذا المركز حالة قدمت لها دعما علاجيا ومعنويا إلا أن الكثير من الذين تعرضوا لإصابات وإعاقات مختلفة يرزحون تحت أوضاع سيئة في الداخل وفي مخيمات اللجوء في ظل شح العلاج والاحتياجات الأساسية نوار حمادنة أورينت نيوز عمان